لو بتعاني من مرض الخجل أيوة مرض الخجل تابع هذا الفيديو وبإذن الله رح أقدم لك اليوم مجموعة من الأفكار والنصائح اللي رح تخليك تتخلص من هذا المرض إلى الأبد السلام عليكم أهلا وسهلا فيك معك سائد يونس السبب اللي خلاني أحكي عن الخجل إنه مرض أنه هو حقيقة أشبه بالمرض وقد يكون أكثر خطورة من الأمراض الجسدية لأن الخجل يا صديقي يسلبك أهم ما في الحياة الإنسان اجتماعي بطبعه وإحنا بطبعنا مجبولين على الصفة الاجتماعية أنك أنت تكون بين الناس تتعرف على الناس تتعرف على الناس جداد وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف وهذا من أساسيات وجودنا في هذا العالم أنه نتعارف تعرف على الناس جداد وهم يعرفونا الخجل بيعمل حاجز ما بينك وبين الآخرين فيسلبك أهم ما في وجودك الإنساني أنك أنت إنسان بتحب تتعرف عن الناس الثانين فالخجل بيحطك في قوقعة في زاوية صغيرة ضيقة كئيبة وكاتمة على نفسك وعلى نجاحك لهيك الخجل مرض وأنا شخصيا كثير عانيت مع هذا الخجل في السابق وكنت أخجل أني أتحدث أمام الجمهور كنت أخجل في المواقف الاجتماعية واضطريت أني أعاني من مشاعر كثير ما إلها داعي إلى أن استطعت أن أدرب نفسي على التخلص من الخجل وبناء الثقة بالنفس هذا الموضوع ما إيجا بين يوم وليلة إيجا بالتدريب والكلام اللي رح أحكي لك إياه اليوم يمكن أنت تحتاج فترة عبين ما تدرب حالك عليه لكن بمجرد ما كنت واعي إله وعرفت إيش سبب المشكلة اللي اسمها الخجل هيك بتكون مشيت نصف الطريق ركز معي بالنقاط اللي رح نحكيها واكتبها عشان ما تنساها والأهم طبقها لأنه لو ما طبقتها ما رح تلمس أثرها الإيجابي في حياتك النقطة رقم واحد وأهم نقطة للتعامل مع الخجل هي مارس الثقة بالنفس ممكن تحكي لي طيب يا سائد أنا خجول أنا ما عندي ثقة بالنفس كيف بدي أمارس الثقة بالنفس وهذا يا صديقي يقودنا للتعريف التالي اللي هو من أهم تعريفات الثقة بالنفس أنه الثقة بالنفس تأتي بالممارسة الثقة بالنفس مش شيء إحنا مننولد فيه لكن شيء إحنا منتعلمه وأكبر مثال ودليل على ذلك لو بتشوف الطباخين الفنانين الطهاء اللي حوالينا في القنوات التلفزيونية أو الناس المشاهير في الطهي ما حدا فينا انولد بيعرف يطبخ لكن هدول الناس اتعلموا الطبخ وأتقنوا مهارة الطبخ فصاروا واثقين جدا من أنفسهم في مجال الطبخ مارس الثقة بالنفس تعني أن تمارس الأشياء اللي بتخوفك معلش يمكن الموضوع يكون شوي صعب في البداية لكن مثل ما حكينا الخجل هو مرض وأحيانا الدواء يكون مر عشان العلاج يتحقق فأحيانا متضطر أنك تشرب دواء طعم ومر بس أنت عارف أنه رح يفيدك ورح يخليك تتعالج مارس الثقة بالنفس تعني أن تفعل الأشياء التي تخيفك لو أنت عندك خجل اجتماعي ممارسة الثقة بالنفس تعني أن تتحدث مع شخص جديد أو شخص غريب كل يوم اعمل لحالك تحدي أنك أنت على مدار 40 أو 50 أو 60 يوم كل يوم بدك تتحدث مع شخص جديد لو أنت بتطلع على الجامعة أو على الشغل يمكن الموضوع أسهل بالنسبة إليك طب هيك ممكن أنت تبلش تتوتر وأنا بحكي عن التحدث مع الغرباء الموضوع أبسط مما تتخيل الموضوع بسيط جدا بإمكانك وأنت في المصعد في الأسانسير وأنت بتقابل شخص جديد بس تحكي أنه والله اليوم شكله الجو حلوة أو شكلها بتشتي برة أي تعليق بسيط عن الجو أو بشكل عام عن المبنى اللي أنتو فيه أو عن الشركة إذا أنت زملاء في الشركة أو زملاء في الجامعة أي تعليق أي تعليق مش مهم إيش بتحكي المهم أنك تحكي تدريجيا لو كل يوم لمدة 60 يوم أو 50 يوم عملت هذا التحدي رح يتغير عندك الوعي الاجتماعي بشكل كبير جدا وراح تحس أن الموضوع أسهل بكثير مما تتخيل لو عندك خوف من الحديث أمام الجمهور اعمل بينك وبين نفسك تحدي أنك تتحدث في أي مكان بتكون موجود فيه لو بتكون موجود في القاعة الصفية لو بتكون موجود في مؤتمر حاضر في اجتماع بين الأصدقاء دايما عود نفسك أنك تحكي مش مهم إيش بتحكي المهم أنك تحكي المهم أنك تكسر هذا الحاجز المهم أنك تتقدم وأنا بحكي لك هذا الكلام وأنا مجربه على نفسي ما تخلصت من الخجل إلا عندما مارست الثقة بالنفس وإنت كمان لو بتعاني من مرض الخجل لن تتخلص من هذا المرض إلا إذا مارست الثقة بالنفس الموضوع يمكن يكون صعب في البداية يمكن يكون طعم مر وهذا هو حال أي دواء فعال طعم مر لأنه بداويك امكملين وطالعين عن نقطة ثانية وفي طريقنا لهناك قبل ما نوصل بدي أحكي لك إذا أنت جديد اشترك معنا وفعل جرس التنبيهات حتى ما تفوتك الفيديوهات الجاي وأهم شيء اعمل لايك لهذا الفيديو اضرب زر اللايك بقوة خلي الفيديو يوصل لعدد أكبر من الناس عشان تفيدهم ويكون إلك أيضا أجر الدال على الخير كفاعله حتى يستفيدوا وكمان هم يتخلصوا من مرض الخجل سبسكرايب ولايك الكبير للفيديو وعلى النقطة الثانية النقطة الثانية وكثير كثير بتساعدك في رحلتك للتخلص من مرض الخجل هي أن تستخدم الحوار الذاتي اللي بيدور بينك وبين نفسك لمصلحتك لأن الحوار الذاتي اللي الآن بينك وبين نفسك هو حوار سلبي وإذا بتسألني كيف عرفت هيك لأنك أنت قاعد بتحضر هذا الفيديو وعندك مشكلة الخجل فأي حدا عنده مشكلة الخجل بيكون الحوار اللي هون أكبر من الحوار الخارجي يعني بيكون بينه وبين نفسه بيحكي أنا خجول بيفكر يمكن مش بيوعي بشكل غير واعي وإيش بيحكوا عني إيش نظرة الناس إلي إذا بحكي رح ينتقدوني كثير في أشياء هون إذا أنت بدك تتغلب على مرض الخجل مهم أنك تستخدم هذا الحوار لصالحك واتطلع على الأطفال الصغار لما الأهل يشجعوا أطفالهم يلا يا بابا أنت بتقدر أيوة يلا احكي سلم على فلان احكي له مرحبا احكي له شكرا أنت يلا اطلع امشي اطلع على السحسلة الأهل بيشجعوا أبنائهم بهذه الطريقة الإبن بتشجع فعلا بياخد الطاقة من الأهل أنت كمان شجع نفسك احكي بينك وبين نفسك يلا يا سائد أنت قوي أنت بتقدر احكي ارفع السماعة اضرب على الرقم اتصل اطلع على المسرح يلا روح احكي مع فلان ممكن هيك تستخدم عبارات تحفيزية تشجعك أنت أي شيء ممكن يشجعك وحفزك استخدم وإحكي مع نفسك بصوت عالي شجع نفسك وهاي بالمناسبة بيستخدموها اللاعبين الأقوياء الناس اللي في المبيعات في السيلز في الرياضة أي حدا بيشتغل وشغله إلو علاقة بالناس ويتعرض لكمية كبيرة من الرفض من الآخرين دايما بيكونوا داعمين لأنفسهم بيحكي مع نفسه لأنه لو ما حكي مع نفسه بهذه الطريقة الإيجابية الآخرين رح يحبطوه ورح يقعد في بيته خجلان وكسلان وما رح ينجح ولا رح يحقق أي شيء في حياته النصيحة رقم ثلاث نصيحة مميزة جدا وأنا بهديكيه اليوم عشان تستخدمها بحياتك وتستمتع بنتيجتها استخدم حيلة ساعة الثقة بالنفس إذا عملك رحت على مطعم أو كافي في كثير مطاعم وكافيهات بيعملوا شيء اسمه هابي أور أو الساعة السعيدة هي ساعة بتكون خلال اليوم مثلا من الأربع العصر للخمسة أو من السبع المغرب للثمانية ساعة واحدة بتكون خلال اليوم بيعملوا فيها خصومات كبيرة على المشروبات ممكن خبسين بالمية يعني اشرب مثلا عصير أو كوكتيل واحصل على كاسة ثانية مجانا خلال هاي الساعة في ناس اللي بيحبوا يطلعوا على الكافيهات كثير بيستهدف ان يروح خلال الهابي أور عشان يستفيد من هذه الخصومات مثل المطعم اعمل بينك وبين نفسك ساعة سميها ساعة الثقة بالنفس حدد يوميا ساعة إلك تكون واثق فيها من نفسك احكي أنا بين الساعة أربعة وخمسة مثلا خلص هاي ساعة الثقة بالنفس بالنسبة إلي ما في خجل الخجل مش موجود بقاموسي مش موجود بحياتي بدي أكون إنسان مختلف واثق لأنه لو أنت بتحكي أنا طول اليوم بدي أكون واثق وطول اليوم بدي أحكي مع الناس الثانين ممكن ما تنجح بهذه الطريقة لأنه في ضغط كبير عليه لكن خلاص من 24 ساعة ساعة واحدة بس طبقها هي ساعة الثقة بالنفس بتصير أنت كل يوم بشكل غير واعي بشكل تلقائي لما تيجي هالساعة خلاص اوه أنا الآن بساعة الثقة بالنفس ما في خجل ما في تردد إذا في مكالمات احكيها إذا في ناس لك تعرف عليهم احكي معهم هذه ساعة الثقة بالنفس برمج حالك عليها مدة شهر وشوف نتائجها الرائعة كل ما طبقتها أكثر واستمتعت فيها أكثر راح تصير حاب أنك تطبقها أكثر وأكثر عشانها جميلة وبتعطيك شحنة إيجابية رائعة وهيك تدريجيا بتكون من ساعة لساعتين لثلاثة لأربعة وهي نصائح الثلاثة البسيطة هي تعتبر وصفة حقيقية للتخلص من مرض الخجل طبقها في حياتك والمس نتائجها الرائعة وارجع على هذا الفيديو بعد ما تطبقها واكتب النتيجة اللي حصلت عليها وهو أنا بحب أسألك كمان شوفي عندك نصائح ممكن تقدمها لأي شخص بعاني من الخجل حتى يتخلص من هذا المرض الخطير واللعين عشان بدنا ندمره وننسفه من حياتنا نهائيا لأنه بعطل علينا الحياة ومتعة الحياة الإنسانية الجميلة اكتب النصائح في قسم التعليقات أسفل هذا الفيديو خلينا كلنا نستفيد منها ولو بتحب تتعمق أكثر في موضوع الثقة بالنفس تتعرف على استراتيجيات إضافية لزيادة الثقة بالنفس وبناء الشخصية القوية عملت لك بلاي لست فيها أهم وأقوى خمس فيديوهات على القناة عن الثقة بالنفس الآن ظهرت أمامك اكبس على القائمة ابدأ بالمشاهدة واستمتع فيها وبشوفك هناك السلام عليكم سائد يونس اشتركوا في القناة